بارك الله فيك أسؤال الأخير ما نسيتك للشباب ينتسبون إلى السلفية وهددون الناس بالعنف إذا لم يوافقهم؟ هذا ليس من دين الله هذا من عمل الحوارج ومن عمل البغاة هذا نوح عليه السلام يقول لابنه يا ابن يركب معنا وهذا الله عز وجل يقول لموسى وهضون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر وهو يخشى أما التهديد بالعنف فلا يصبح الإمام إمام المسلمين إذا رأى قزوة قوم أو أراد وحددهم هل يقول لأمة المسلمين للصلاة في قادة الجهاد في سبيل الله الذين كنت احتراية العمة أما الأفراد والجماعات هذه فلا يجوز لها الدين جزاك الله خير من شيخنا حيناك الله شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيله أحيط أحيط توقف ترجمة نانسي قنقر